ورجعنا بعد انقطاع سبوع تضامن مع أخواننا في فلسطين وبعض المشاكل الصحية وهذه أطول فترة قطعها من يوم إنشاءة الحساب على العموم رجعت لكم بسلسلة جديدة باسم فطفضة سينمائية هتكلم في هذه السلسلة عن آخر العمال اللي تابعتها وفطفض لكم وقبل ما نبدأ أتسلوا اللايك والفولو لاتس جو وأخيرا انتهيت من المسلسل الرهيب تدلاسو بمواسم الثلاثة وأكثر شيء أزعجني بهذا المسلسل هي حشر الأجندات في الموسم الأخير مسلسل درامي محبوك والعشاك كرة القدم واستحق تقييم تسعة من عشرة وبرضو خلص مسلسل ديرل ديكسون المشتق من The Walking Dead واستمتعت فيه الصراحة المسلسل يتكون من ستة حلقات وتقييم الشخصي وسبعة فاصة خمسة من عشرة وتابعت مسلسل الغموض الألمالي Dear Child وانبهرت منه حسيت ممتع بطريقة عبقرية المسلسل يتكون من ستة حلقات وموجود على منصة نتفلكس وتقييم الشخصي وثمانية من عشرة وتابعت مسلسل أبطال الخارقين جيم في المشتق من The Boys وكان يا لطيف والصراحة كان حلو لكن Too Much عنف و Too Much لكتات مخلة برأيي الشخصي أشوف أنه مناسب لعمر ثلاثين سنة وفوق وتقييم الشخصي هو ثمانية من عشرة أما عن الأفلام فآخر فيلمين تابعتهم هو فيلم الرعب The Exorcist Believer وما عجبني وتكلمت عنه والفيلم الثاني هو فيلم الرعب So X كان ممتع الصراحة لكن فيه تسليك مطبيعي واستحق تقييم 6.5 من عشرة والفيلمين اللي ذكرته هم موجودين في السينما وفي المواقع بجودة عالية هذه كانت فاتفضلتي عن أخر الأعمال اللي تابعتها لو شفت واحدة من هذه الأعمال فاتفضلي تحت في الكومنتات